ورجع لكم من الفصل جماعة الطبق اللي احنا كنا بنعمله مع بعض في الاول اهو بيطلع بالخضروات ويعني جميل الخطوات اللي انت حبها ممكن ان انت تحطيها كمان مع الدقيق ويتنزليها مع السمك بس رجاء يكون الزيت عالي اوي في السخونة ويكون غزير يتقوم تطلع كويس نبدأ نعمل صلصة بتمشي مع الاكل ده يعني ناخد منها ونغط ده تمشي هتبقى مظبوطة يعني احنا نعمل كده وهنوطي خالص النار بتاعتنا اول اقول لكم نعملها على الصغير ده كده احسن هنحط في الاول معلقتين زبدة هيته كمان كده وحنحط معلقة دقيق بس لما الزبدة بتاعتي الدي انا معنا هحطه مش محتاج ان هو يتغير لونه هو بس يدخلت مع الزبدة ما يتغيرش لونه يفضل الزامي هو ابيض ده يعني ملاحظة مهمة عايزين ايه نعملها وننخليهوش يغير لونه عشان لون الصلصة في الاخر هيفرق فاحنا نعمل كده ونسيح نتقوكد طبعا انها ساحة خالص الزبدة معانا وبعدين ده برضو بالتقليب المستمر هاخد انا معلقتين دقيق ومشوية زيارة حابده ان انا اقلب حابده انزل لجماعة بقى ايه اللبن بتاعي واحدة واحدة وافك مع التقليب المستمر هعمل دي كده واحدة واحدة اخي اغير ده و لازم نقعد نقلب باستمرار عشان ايه ادي بتاعي ومع الساملة ما يكلكعش مني نعمل كده و ننزل ده كله كده نتخفيش منها لما تكلكع كملي تقليب هتفك منها لازم كمان شوية ها هم انا خدت كوباية اللبن بتاعتي هيبدأ يفك معايا و هزود بالبهريز طبعا اي شربة تقيلة عندك تبدأي تنزلي الشربة اهي نزل انا الشربة بتاعتي وابدأ برضو اقلب مع التقليب المستمر كده قلت لما حس ان ما فيش البقليل بتاعت الدقيق فلازم التقليب هو عشان كده عشان ما ايه ما ما حسش بان فيه كلكيع في الكريمة كده طبعا اللي فات ده يا جماعة احنا عملنا جبنا الجنباري والصبيت والكلماري والسمك الفليه هو طبعا ما بتحطش معها سمك فليه او ممكن مش هيقول لا بس الافضل السمك زي اي نوع سمك زي الانشوجة الكبير المكريلي اللي هو الوسط دوت اللي هو الاب البربوني ده الاحمر الصغير او بتروحي انت ليه السماك هو عارف قولي له انا عايز سمك لل للتحمير هو هيطلع بيبقى فيه في المحلات انا شفت في محلات بيبقى فيها اللي هو السمك اللي هو للتحمير بيبقى مجموعة كده مختلفة انواع كتير منها بتتحط مع بعض للفريتو يعني فاحنا نعمل ايه الاول هنحط الملح وتفلفل بتاعي هنا كده ونزل خلاص هي فكت معايا خالص وما بقاش فيه كلاكيه خالص لان انا حريش ان انا بقيت كريمة معايا وفيه حاجة تانية بقى يا جماعة. احنا طبعا هنحط هنحط لها بيض بالطين على الكمية دي. والجبنة المبشورة. اه اول ما بتطلع من على النار الحاجة يا جماعة بتبقى هي درجة الحرارة بتاعتها اعلى درجة حرارة اول ما بعمل كده. هي لسه حاجة حرارة عالية. انا هسابع شوية ايه ده? من النار. لان انا لو نزلت بدرجة الحرارة العالية دي البيض هيمسك مني. لا انا هروح حاطتها كده واسبها شوية. تهدى. وبعد كده ايه ااا اقلب البيض والبرمجان بتاعي ان كان او الجبنة المبشورة هتطلع حاجة هتتبسطوا منها يعني هتبقى حاجة جميلة حط كمان شوية مية مع التقليب المستمر ايه على طول بتتقل مني لان خلاص بدأت بس هتطلع مفتوحة فتحة كده مش هتطلع ايه غامقة لو انا عملت لتقيق بقى غامق خد مني لون تسرت مني وتلسع وخد مني لون مش هتطلع كده انا انا عايزها بيضة انا مش عايزها تبقى حط بقى الفلفل بتاعي للوقتي وقلب برضو اهو اه حط كمان شو اخر شوية شربة وهقلب بقى كويس طبعا يا جماعة اي سلصة عموما لما بتتقلميني شوية اه مية او شوية شربة على النار على النار هادية خفيفة وقلب تفك على طول وترجع للسيولة بتاعيتها كده انا خلاص ال انا هعمل ايه بقى زي ما قلت لكم انا هسيبها تبرد شوية ونفتكر مع بعض الحاجات اللي احنا عملناها اقرب بس دي كده عشان انا مفروض ان انا اعمل ايه هحط البرمجان معها وهي بعد ما تريح يعني واقلب برضو فانا هقرب كمان البيت عندي هنا كده اه الفرتورة او السمك المحمر انا جبت اه واحدة اه سبية كبيرة او سبية اللي هي معرفش اللي اسمها ايه كبيرة دي سبية قطعتها شرايح من نص وبعدين قطعت شرايح الجنباري طبعا هو اصلا اه سليم زي ما هو هو الوسط الكلماري بتقطعيه حلق السمك الفريه طبعا الراس دي مهمة جدا اللي هي دي الحاجات دي دي بتاعت دي جميلة احلى اكل ده اه بتجيب الحاجات دي كلها مع بعض والخضروات تتقطع بالبشرة بتاعت البطاطس لو عندك المكنة يبقى افضل اعلى سنة تبقى افضل بجيب الحاجة سهلة خالص بحط الملح والفلفل والكمون فيه دقيق وشوية سمسم وبلف الحاجات دي كلها في الدقيق ونفضه كويس يكون الزيت سخر سخر اروح حاطط فيه على الزيت الحاجة تتحمر واشيلها وحطها تطلع زي ما احنا بنقدمها كده انا هبدأ احط دلوقتي هي هديت مني هاي هعمل ايه بقى هعمل كده كده بالزبط وايه وحضرت بقى شايفين انا بعمل ايه اعملوا زي كده هتطلع بالزبط معاكم زي ما انا بعملها كده وشوية الجبنة المبشورة وقلب طبعا هي سخنة بس انا ما كنتش هادر احطها اول ما ستتعمل على النار لان كانت تغرج سخونتها عالية جدا انا هعمل كده وطبعا الجبنة عشان مبشورة هتسيح بسرعة اه الريحة جميلة بتاعتها طبعا الزبط دا بينا انا كده طبعا البيض مش مش بالحالة دي ما بقاش ناية خلاص اه دي السلسة بتاعتي فيش فيها اي نعمة ما فيش فيها اي كلاكيع اعمل كده وابدأ احط في السلطنية بتاعتي اللي هي هنا وممكن يعني اروح قاطة شوية هنا بكده جماعة احنا وصلنا لخاية النهاية الحلقة النهاردة السمك المحمر اللي هو التوتني والكلماري والجنباري واي شرائح سمك تقابلك تقدر تعمليها معها السلسة اللي هي تتناسب معها نوع من السلسة بتتناسب مع الطعم بتاع السمك شكرا ليكم وشكرا لحسن المشاهدة وحسن المتابعة وكل سنة انتم طيبين وممضان كريم عليكم وان شاء الله نقابلكم في حلقة تانية ونقدم اطباق تانية رمضانية شكرا ليكم وسلام اشتركوا في القناة